ندرة المياه الندرة المياه هذا الموضوع المياه و الماء يجب أن يناقش بشكل متروري هل يمكن أن نتحدث عن فلاحة بدون ماء؟ لا يمكن لكن هذه السنوات الأخيرة وهذا سيد الوزير المعني غيره ممرة موضوع الماء المخصص للفلاحة تناقص بشكل كبير تناقص بشكل كبير لسبب وجيه هو أنه الماء ما كانش هذا علاش الحكومة لجأت إلى القيام بمجموعة من الإجراءات العاجلة الآن الماء الموجه للفلاحة على قد الحال فبالتالي أنا مناقشة الموضوع من زاوية الندرة ربما الآن مفهوم في ظل ما نعيشه هو من شح دل التسقط لكن ربما نفهمه بأنه لكي تكون لدينا فلاحة منتجة ونقدروا يكون الإنتاج وفير وعامي ونقدروا نحافظ على فرص الشغل في العالم القروي يجب أن نشتغل على هذا الموضوع هذا ما نفكرهش من زاوية الندرة سنفكره من زاوية وحده كيف نوفره هذه الإمكانيات المائية في اللاحة في إطار مجموعة من الحلول الجديدة وهذا هو ما تقوم به الحكومة اليوم الحكومة في سنة 2026 سيتخرج واحد الحوض مسقي في منطقة الداخلة مسقي بالمياه المعالجة هذا توجه جديد والهدف منه طبعا هو من بعد ما نجحنا في التجربة الأولى ديال أنه ذاك البرامتر الإيريقي اللي تزاد في المنطقة ديالسوس واللي يحافظ على فرص الشغل وقدر أنه يحافظ على أنه الفلاحي بقوين جوفاء اليوم تحديات كبيرة جدا لكن تفكير في هذه التحديات يجب أن يكون مبني على قراءة واقعية متجردة من بعض يعني الاندفاعات السياسية يمينا وشمالا اللي لن تجدي في حقيقة الأمر أي شيء في نهاية المعطاف يجب أن ننتج ويجب أن نوفر الإنتاج بأتميناتين معقولة ويجب أن نوفر فرص الشغل في العالم القراوي هذه التحديات الكبيرة لذلك الحكومة هذا الموضوع ديال الماء توليه أهمية كبرى تتابع بشكل دقيق ووضع ديالنا هو وضعهم تعرفونه جميعا يطمنا الله سبحانه وتعالى يغيتنا قريبا بالغيط وبالمطار فمن غير هذا الشهاد لا يجب هذا الموضوع أن يخرج عن هذا الإطار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر